نكمل المسألة بانو البي اكس بتساوي المحصي لناقص اي عدد العدد اللي معلوم عندنا فبالتالي يكون انو البي اكس بتساوي الار عندنا بعد ما موجودها بقال الحاسبة بالنسبة لحالتها في الكونساين في السينات وحيكون لحظة بس حسبه وارجعه طيب الار بالنسبة للاكس حيكون عندي سالم 11.5 ناقصا صفر ناقصا صفر لانا ما في اي معادلة فبالتالي يكون سالم 11.5 ايش كيلو متر طيب نجعل البي واي البي واي هي عبارة عن الار واي ناقص الاي واي ويكون عندي ان البي واي بتساوي قيمة الار واي هي 9.64 ناقص ناقص مين ناقص 5 كيلو متر زي ما هي بدون الساين وكوسين لانها لم تصنع اي زاوية فبالتالي يكون عندي الناتج هو 4.6 كيلو متر الآن لو وجدت البي واي والبي ايش والبي اكس ايش القانوني حنستخدم قانون فيتا قرص اللي هو البي المحصلة بتساوي البي اكس تربية زايدا البي واي تربية طيب انا عندي البي اكس اهي والبي واي اهي طيب نكمل البي بي ساوي جذب سالم 11.5 تربية زايد 4.6 تربية زايدا البي يساوي يساوي كم بعد بعد الحال يطلع معي 12 كيلو متر الآن 12 كيلو متر هذي حق ايش حق انه 5.6 تربية زايدا البي esta قانوني ما انتهي عندما رأي المسافه التي تبطعها بعد ذلك حتى تصل لمنزلك هذه كم 12 كيلو متر الآن في اي اي اتجاه تسير يعني جنوب شمال الغرب و باي درجة طبعا باي درجة احنا اوجدنا البي المحصلة اللي هي 12 باستخدام الفيثاغوس الان حنوجد الزاوية عن طريق ايش لإيجاد الزاوية عن طريق القانون المتجه المحصل اللي هو مقلوب الثان حيث انه الواي على ال اكس الواي على ال اكس اذا الزاوية حقية الثان مقلوب الثان سالب واحد مين الواي الواي هو 4.6 كيلو متر على مين على سالب 11.5 كيلو متر فبالتالي يطلب عند الزاوية 22 سالب 22 مقلوب الثان اه 4.6 على سالب 11.5 بيطلع معي سالب 21 وبالتقريب بيطلع معي سالب 2 سالب 22 والسالب توضح انها باتجاه باتجاه مين باتجاه شمال الغرب لان اللي حابر عندي هنا موجب وهنا سالب وانا بيتي في هذا الاتجاه اذا هو باتجاه السالب وفوق هذا هو في الربعة الثانية وربعة الثانية هنكون بايش بالسالب ترجمة نانسي قنقر